السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإنسان وهو يسير في هذه الدنيا يطمع أن يزيد في وقته وعمره وماله وأبنائه وجميع محبوباته التي هي مظنة السعادة لديه والمسلم يدعو الله عز وجل أن يبارك له وقد كان النبي يدعو بالبركة في أمور كثيرة فما هي البركة؟ وما هي مفاتيحها؟ البركة هي ثبوت الخير الإله في الشيء فإنها إذا حلت في قليل كثرت وإذا حلت في كثير نفع ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها استعمالها في طاعة الله عز وجل ومن تأمل في حال الصالحين والأخيار من العلماء وطلبة العلم والعباد يجد البركة ظاهرة في أحوالهم فتجد الرجل منهم دخله المادي في مستوى الآخرين لكن الله بارك في ماله فلا تجد أعطال سيارته كثيرة ولا تجد مصارف ينفقها دون فائدة فهو مستقر الحال لا يطلبه الدائنون ولا يثقله قدوم الزائرين والآخر بارك الله في ابنة وحيدة تخدمه وتقوم بأمره وأنجبت له أحفاد هم قرة عين الله والثالث تجد وقته معمورا بطاعة الله ونفع الناس وكأن ساعات يومه أطول من ساعات وأيام الناس العادية وتأمل في حال الآخرين ممن لا أثر للبركة لديهم فهذا يملك الملايين لكنها تشقيه بالكد والثعب في النهار وبالصهر والحساب وطول التفكير في الليل والآخر تجد أعطال سيارته مستمرة فما أن تخرج من ورشة حتى تدخل أخرى والثالث له من الولد عشرة لكنهم في صف واحد أعداء لوالدهم والعياد بالله لا يرى منهم برا ولا يسمع منهم إلا شر ولا يجد من أعينهم إلا سؤالا واحد متى نرتاح منك وأما البركة في العلم فجلية واضحة البعض زكى ما لديه من العلم وهو قليل فنفع الله به مدرسا أو داعية أو موظفا أو غير ذلك وضدهم من لديه علم كثير لكن لا أثر لنفع الناس منه والبركة إذا أنزلها الله عز وجل تعم كل شيء في المال والولد والوقت والعمل والإنتاج والزوجة والعلم والدعوة والدابة والدار والعقل والجوارح والصديق ولهذا كان البحث عن البركة مهما وضروريا فما هي مفاتيح البركة أو بماذا تجلب البركة أول مفتاح للبركة لاوة القرآن الكريم قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مباركا فالقرآن الكريم جعله الله بركة من خلال تدبره والسير على تعاليمه في شؤون الحياة ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن البيت الذي يتلى فيه القرآن تسكنه الملائكة وتهجره الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره ثم البسملة وذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت ولا عشاء المفتاح الثالث الصدقة من أسباب البركة على البيت التصدق خاصة صدقة السر فإنها تطفئ خذب الرب المفتاح الرابع سلة الرحم وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن سلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيد في الرزق وتطيل العمر خامس مفتاح إقامة الصلاة إقامة الصلاة لوقتها قال الله تعالى وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى المفتاح السادس التوكل على الله حق توكله لما ورد في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغض خماسا وتروح بطانا سابع مفتاح مواصلة الاستغفار والاستغفار بحد ذاته مصدر للرزق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ذيق مخرج ومن كل هم من فرج ورزقه من حيث لا يحتسب ثم سعمل مفتاح الدعاء فقد كان النبي يطلب البركة في أمور كثيرة فقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وكذلك الدعاء لمن أطعمنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم هناك المفتاح الأهم للبركة وهو تقوى الله عز وجل فهي مفتاح كل خير قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومبارك لنا فيما أعطيتنا واجعله عونا على طاعتك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر